تدي أول أخبارنا من عند القلع الحمراء النادي الأهلي وشارك محمود عبد المنعم كهرباء لعب النادي الأهلي في ميران الفريق الأخير أمس الثلاثاء بشكل طبيعي استعدادنا لمباراة زاد وده بعد مغام اللعب عن مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري للإصابة بكدمة في الركبة أكدت طبعا التقارير السلامة الخاصة بكهرباء وكمان انه خلاص انتظم في التدريبات كمان بينتظم عمر السلية لعب خط النادي الأهلي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة وحصل عمر السلية على راحة من التدريبات يومي الأحد والاثنين بناء على تعليمات أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي بالفريق للتعافي من الإصابة اللي لحقت بيه خلال مباراة سيراميكا بالدوري بكده يكون جاهز عمر السلية لتدعيم قائمة النادي الأهلي في مباراة زاد كما يعني بيغيب كريم ندرد لعب وسط الفريق عن المرام بسبب شعوره بإجهات في عضلة السلمانة بشكل كبير هو خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة زاد المقبلة غدا الخميسة أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقادة أحمد جبالة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق بيحتاج أسبوع للتعافي من الإصابة اللي بيعاني منها حاليا هي عبارة عن ألام في عضلات البطن غاب ياسر إبراهيم عن مباراة النادي الأهلي الماضية أمام سيراميكا السبط الماضي وكمان هيغيب عن مواجهة زاد ومحتاج لفترة من التأهيل للعودة من جديد والانتظام مع الفريق حرص الحساب الرسمي لربطة الأندية المحترفة على الإشادة بحسين الشحات لعب النادي الأهلي بعدما قاد فريق للفوز الفوز العريض على سيراميكا بخمس أهداف في آخر مباراة للفريق ونشر الحساب الرسمي لربطة الأندية المحترفة على فيسبوك صورة حسين الشحات وعلق عليها صاحب الهدف الأول صاحب الهدف الرابع حسين يبدأ موسم 2024-2025 بقوة